موسيقى تعال معايا النهاردة اقولك ازاي تعمل الترانزيشن الجامل ده بايدك وبدون اي اضافات خارجية تابع الدرس ده لغاية النهاية يهلا بكم يا شباب معاكم فيتر شكري ونهاردة جاي اتكلم معكم على الترانزيشن الخطير اللي احنا شفناه في مقدمة الفيديو كده وازاي نقدر ان احنا ننفزه بادينا من خلال ادوبي افتر افكتس بمنتهى السهولة والبساطة حد هيقول لي طب تعبنا معاك ليه وتعب نفسك ما نجيب حاجات جاهزة ونستخدمها عايز اقول لك انه اولا انت هتستفيد استفادة كبيرة جدا لما تعمل الحاجات دي بايدك لانك هتتعلم حاجات كتير جدا في ادوبي افتر افكتس وكمان مش بس هتتعلم تعمل الترانزيشن ده ده انا هقول لك على شوية تركات كده في النص هتفيدك كتير جدا وانت شغال في ادوبي افتر افكتس فدي اول حاجة تاني حاجة والحاجة المهمة جدا وهي انك انت مش هتكون بتقلت حد مش هتنزل حاجة ممكن حد غيرك يكون منزلها وبيستخدمها ويبقى شغلك شبه الشغل بتاعه وخليك مميز دايما بشغلك فخليني بدون ما اتكلم كتير ندخل على الدرس بتاعنا ونشوف هنعمل ايه بس قبل ما ادخل في الدرس وهبتدي اشرحه يا شباب عايز افكركم انه اللي لسه مشتركش في القناة ينزل دلوقتي يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة وجهز المشروف بتاعك وتعالى شوف هنعمل ايه مع بعض كل اللي انت هتعمله اول ما تدخل على ادوبي افتر افكتس بالمنزر ده ان انت هتجيب الفيديوهات بتاعتك من برا بالمنزر ده هتدوس اوبن وتاني حاجة في ناس هنا بتبتدي تنزل الفيديوهات على على طول وتبتدي ان هي تتعامل معها انا مش بحب الطريقة دي انا بحب دايما اختار الابعاد اللي انا محتاجها ولا انا عايزها فبيجي هنا كده ادوس على بالمنزر ده وايجي هنا كده بقول له اتش دي الف تسعمائة عشرين في الف تمانين اللي هي خمسة وعشرين فريم وهبتدي من هنا كده اسمي بتاعي اي اسم انا عايزه فخلينا نسميه مسلا بالمنزر ده طبعا هنا بتاعك اه زبطه زي ما انت عايزه وبعد كده بتدوس اوكي بالمنزر ده كده الموضوع اه تفتح معي تفتح معي وكل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هسحب الفيديو ده وهنزله بالشكل اللي انت شايفه ده بالبقرة بتاع الماوس كده ببتدي ان انا اصغر الشاشة بتاعتي انا بشرح بمونتها البساطة علشان الناس اللي لسه مش عارفة تتعامل مع بعد كده هاجي على الفيديو اللي موجود من تحته وهدوس على حرف الاس كده اللي هو الاس كيل وابتدي اصغر الفيديو على قد حجم الشاشة اللي انا زبطته دلوقتي اللي هي الف تسعمائة عشرين في الف تمانين بالمنزر اللي انتو شايفينه قدامكم ده طيب حلو جدا انا دلوقتي جهزت الفيديو اللي انا عايز اعمل عليه الموضوع بعد كده بسيط جدا كل اللي انت هتعمله ان انت هتيجي على القائمة بتاعة الافيكتس والبريسيتس الموجودة هنا كده طب افرد واحد قال لي انا ملقيتش القائمة دي موجودة عندي اجيبها منين كل اللي انت هتعمله اي قائمة تكون مختفية عندك سواء بقى في ادوبي افتر افتر افكتس سواء في الفوتوشوب سواء في البريمير في اي برنامج من برامج ادوبي كل اللي انت هتعمله ان انت هتدوس على القائمة بتاعة الويندو من هنا كده وهتدور على القائمة اللي انت محتاجها فلو القائمة دي مش زهرة هتدوس على الافيكتس والبريسيتس هتلاقيها زهرت معاك بالمنزل ده. بعد كده هتيجي هنا كده في الافكتات وهتدور على اسمه هتلاقي يزهر معاك كده اه اللي هو واحد و اتنين. انا هختار كده اتنين. علشان يزهر معايا الالي انا بقول لك عليها دلوقتي او اللي احنا هنستخدمها دلوقتي. حلو جدا. بعد كده الموضوع سهل وبسيط جدا. تابع معايا الموضوع لانه ممتع جدا. كل اللي انت هتعمله ان انت هتيجي على اللي هي الاولى دي. كده هو وهتحطها من فوق بالشكل ده. بص السهولة. بعد كده هتيجي على البوينت بي وهتحطها من تحت. طبعا في نفس مستوى البوينت بتاعت آآ رقم واحد دي. تمام? حلو جدا. ليه بقى انا عملت كده? عشان لما تيجي تعمل لرقم واحد تفتح بالشكل ده. لرقم اتنين تفتح بالشكل ده. بس انا عايزة خليها تبقى رفيع شوية من تحت كده وعريضة من فوق. فهبتدي ان انا اعمل اقرب دي شوية كده. تمام? من النص كده. وهبتدي ارفع دي كده الفوق علشان تبقى واسعة شوية وهي بتتفتح. تمام? خلينا نوسع دي كده سنة بسيطة. خلاص? لما تيجي تفتح كده الفيديو بتاعك هيفتح للاخر. بس خالبك لو جيت هنا لقيت ان الحافة دي انا فتحت دلوقتي على الاخر ولكن الحافة دي لسه ما فتحتش معي. نقدر احنا نمسك دي كده والنزلها تحت شوية. بالشكل ده علشان الفيديو بتاعي يكون مختفي بالمنظر اللي انت شايفه ده. بعد كده هاجي على رقم اتنين طبعا انا واقف في مقدمة الفيديو او في بداية بتاعي بالشكل ده. وهاجي رقفاتح برضو دي بالشكل ده. خلاص? وبعد كده احنا خلصنا موضوع اللي جاي بقى تافه جدا وسهل. هتيجي تحط هنا وخلاص وهو مفتوح كده. بعد كده هتيجي هنا كده على آآ ثانية رقم واحد بالشكل ده. وهتبتدي تخلي بتاعتك دي ترجع لوضعات طبيعي. بالشكل اللي انت شايفه قدامك. لما تيجي تعمل هتلاقي انه بتاعتك بتقفل بالشكل ده. انت عملت الترانزيشن هوب وانتهى البساطة والسهولة. طيب انا عايز اتحكم في الحاجات اللي موجودة من تحت اللي موجودة من تحت كل اللي انت هتعمله ان انت هتدوس على الفيديو كده وهتدوس على حرف اليو. لما تدوس على حرف اليو بيفتح لك اللي انت عملتها تقدر انت تسلكت عليهم هما الاتنين بالشكل ده. وتدوس على او لو انت معك. علشان يعملهم لك بالمنظر اللي انت شايفه قدامك ده. فهيبتدي يقفل معاك بالشكل ده. طبعا لو حبيت توسع دي شوية علشان تقفل بشكله ابتق شوية اهو. فممكن ان انت تعمل كده. انا كده اعتبر خلص يا شباب. طيب اه لو لاحزنا كده في المقدمة كان الموضوع بيقفل تحس انه فيه اكتر من بيحصل في الموضوع او في الفيديوهات بتاعتنا. ازاي بنقدر نعمل ده? كل اللي انت هتعمله ان انت هتعمل لفيديو بتاعك. فهتدوس على او كنترول دي. طبعا هنا كده هيعمل انا مش عايز اعمل للكي فريمز انا مش هعلم على او او كنترول دي. طبعا لو انت ماك وكنترول لو انت ويندوز. انا كده قررت الفيديو بتاعي. كل اللي انت هتعمله دلوقتي ان انت هتأخر الفيديو لفوق شوية كده بالمنظر ده. تمام? فهتلاقي ان هو ابتدى يفتح معك بالشكل ده. طيب مش باين التأسير بتاعي هو فتح معي اهو. ولكن لسه مش باين. كل اللي انت هتعمله دلوقتي ان انت هتيجي على هنا وتكتب تون تي او ان اي تون هتلاقي في حاجة اسمها اه هنا كده. هتبتدي ان انت تحطها على الفيديو اللي من تحت. فلونه هيختلف هيبقى بالشكل ده. طبعا تقدر تختار اللون اللي انت عايزه. انا لو دست كده اهو. تقدر تختار اي لون انت عايزه. فخليني مسلا اختار لون فاتح شوية بالمنظر ده كده. خلاص? وخليني اقرب ده من ده كده علشان الفتح ما تبقاش كبيرا. اهو. يبقى احنا كده بصوا اللي احنا عملناه شباب شايفين? طيب حلو جدا. انا بس في خطوة اه ما عملتهاش في الاول وهي ان انا ممكن اعمل كمان للخطوط اللي عندي دي. عشان يبقى شكله شيك جدا. ازاي بعمل كل انت هتعمله انت هتيجي على الفينو? طبعا انا ما عملتاش في الاول كان ممكن اعملها في الاول واعمل دوبليكيت للفيديو فيبقى ما عموله هو التاني. طيب كل ما انا هعمله دلوقات ان ما هدوس على الفيديو ده كده وياهدخل على وهدخل على هيدين لونه احمر بالشكل ده. لو دخلت هنا كده اغير اللون بتاعه. اخلي باللون الأبيض بيه الشكل ده. ونفس الكلام هنا ممكن ان انا اروح اعمل تاني وعمل وابتدي ان انا اعمل كده وياجي هنا كده وخليه لونه ابيض. يبقى هيكون شكله شيك بالمنظر ده. خلاص وخلينا نقفل الكلام ده ونجرب كده الترانزيشن اللي احنا عملناه بسه كده يا شباب. ده الترانزيشن اللي احنا عملناه. طيب انا عايز الترانزيشن ده كده يكون بيقفل بس قبل ما يقفل كده يكون في فيديو قبليه بيتعرض. اعمل ده ازاي? في الاول خليني احط دول فانا هاجي اعمل سليك تعليم هما الاتنين اللي هدوس كليك يمين كده. واقول له كده اللي هو زي في البريمير. وابتدي ان انا ادوس كده. او الاختصار بتاعها اللي هو كومند شفت سي او كنترول شفت سي. طبعا كومند شفت سي لو انت ماك. كنترول شفت سي لو انت ويندوز. وخليني اكتب عليه مسلا اه ترانزيشن وان. كده بالمنظر ده. تمام? وكده انا جهزت الفيديو ده. هنيجي نرجعه لورا كده. وخليني احط الفيديو بتاعي اللي انا عايز يكون بيشتغل في الاول. اهو. يبقى الفيديو ده هيكون بيتعرض على الشاشة بالمنظر ده. وبعد كده هيجي يدخل الفيديو التاني شايفين? طبعا تقدر تقرب الكلام ده شوية بصوا كده. اهو. هيروح مدخل الفيديو التاني. حلو جدا جدا جدا. طب انا دلوقتي عايز اعمل تاني. مش محتاج تكرر كل اللي انت عملته بقى. الموضوع سهل وبسيط جدا. هتيجي على كلمة ترانزيشن وان اللي انت حطيتها فوق دي. اللي هو ده. طلع فوق اهو. هتيجي عليها بالمنظر ده. وهتدوس على القائمة بتاعة هنا كده. وتقول له كرره لي. فراح جاب لك هتاخد هتحطه على بتاعك بالمنظر ده. وانت دلوقتي طب اهو هنا نفس الفيديو بص لما يجي يقفل كده هتلاقي انه بيقفل الفيديو ده. وبعد كده نفس الفيديو بيقفل. انا عايز دلوقتي الفيديو اللي جوه ده يكون مختلف. فهتروح داخل على دي هنا ودي التركات اللي انا بقول لك عليها بقى. وتروح عامل على الاتنين فيديو دول. وتيجي تختار فيديو مختلف من هنا. انا عايز الفيديو ده مسلا يكون هو اللي هيبتدي يشتغل دلوقتي. وتدوس على او او لو انت ماك والت لو انت ويندوز. وتسحب الفيديو ده وتخليه بدل الفيديوهات اللي موجودة هنا. تمام? طبعا هو كده صغير. ممكن احنا نكبره شوية. نخليه مية في المية اهو. بالمنظر اللي انت شايفه قدامك ده. طبعا لو هو صغير. فبص كده هتلاقي ان الفيديو ده هو اللي ابتدى يشتغل دلوقتي اهو. طب لما اطلع برا كده بصوا بقى النقلات هتحصل ازاي? ده الفيديو الاولاني. بعد كده هينقل على الفيديو التاني. وبعد كده هينقل على الفيديو التالت. وكرر بقى زي ما انت عايز براحتك خالص الموضوع بسيط وسهل جدا. شايفين السهولة? وشايفين التركات المهمة اللي احنا قلنا عليها. طيب لو انا عايز اعمل السينما سكوب بقى اللي هو لشريط الاسود اللي بيكون من فوقه من تحت كده عشان ادي شياكة اكتر للموضوع. برضو الموضوع بسيط جدا وديت ركاية برضو مهمة جدا. كل اللي انت هتعمله ان انت هتدوس كليك يمين كده على بتاعك من هنا. وتيجي على تقول له سلد. سلد عادي جدا اهو. هخليه بلون اسود عادي جدا اهو. تمام? خليت السلد بتاعي بلون اسود بالشكل ده. بعد كده هاجي اعمل ماسك على السلد اللي انا حطيتها دلوقتي. فهدوس اتنين كليك على بتاعي. اختار من هنا. هدوس اتنين كليك فعمل لي الماسك بالشكل ده. خلي بالك هتيجي تدوس على العلامة اللي موجودة تحت الشاشة هنا كده. خلاص? وتقول له ليه انا عملت كده علشان اخلي الحدود بتاعته هنا تبقى لغاية الخط ده. ولغاية الخط ده. وهاجي ادوس هنا كده على الماسك اللي انا عملته وخلي الحدود بتاعته عند الخط الاولاني من تحت. والخط الاولاني من فوق بالشكل ده. تمام? طب انا دلوقتي ما عملتش ده انا عملت دلوقتي العكس. يعني خليت الشريط اللي من فوق هو المفتوح. هتيجي على المسك اللي انت عملته كده وتعمل فانت كده عملت بتاعك بمنتهى البساطة والسهولة على طبعا لو حبيت ان انت تزود الشريط ده شوية كده ترفعه الفوق برفعه كده. وباجي على الشريط ده كده برفعه كده. طبعا بصوا الشياكة بقى. بصوا كده. الموضوع بالسينمائي جدا. طبعا هنا بدلا ما هيك ورطة نخليها فل ونتفرج بقى على العظمة اللي بتحصل. بصوا كده شايفين الشياكة اللي حصلت يا شباب. طبعا خطير جدا مع الموضوع رهيب جدا جدا جدا. وزي ما احنا شايفين كده الموضوع بسيط وسهل مش محتاج منك لا مجهود ولا وقت نهائيا. بتمنى الدرس بتاع النهاردة يكون عجبكم يا شباب لو عجبكم ياريت ندوس لايك على الفيديو وانشاهد الفيديو فسائل التواصل الاجتماعي. وبتمنى كمان اللي لسه مشتركش في القناة ينزل دلوقتي يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. شكرا لكم واشوفكم في درس جديد من دروس ادوبي افتر افكت.